مرحبا، أحبت شارككم تجربتي مع مرض كورونا أنا اسمي نور الديني سلوبارن موجود مقيم بالسويد انتقل المرض لعائلتي لبيتي من خلال بنتي بالمدرسة بنتي صغيرة كان عندها صديقة بالزيارة بالسيمستر لتايلاند واجت حاملة المرض طبعا فاتت وعدت جميع أفراد للصف 13 شخص كانوا اجت منتي على البيت طبعا وابده فترة حضانة يومين أو ثلاثة حتى يظهر بشكل تظهر أول عوارد اكتشفنا أنه في عندها عوارد غريبة منها وجع الحلق ارتفاع درجة حرارة لحوالي 40-39.5 دائما سعال جاف صار عندنا شكوك يعني لكن كان لسا المرض ما نوانتشر بسويد هذا الحكي كان بأوائل شهر الثاني هذا العام انتظرنا يومين كان عطلة طبعا سبتوا أحد انتظرنا يومين أخذناها على المركز الصحي بالمركز الصحي الموجود يعني رفضوا استقبالا نهائيا بعدين بعد جهدين جهيد قبلوا يفحصوا لدرجة حرارة لقوة 40 وشافوا السعال وشافوا كذا لكن ما كان عندهم استعداد لهيك مرض او منهم مقتنعين انه ممكن هذا المرض ينتقل لسويد او ما بعنشو الموضوع ما كان يقتنع قبل انه يفحصوا يعني بأي طريقة ما بيفحصوا خلاص هذا هو انفرونزا عادية وكذا فرجعنا رجعت بنتي قست يعني موضوع انه يفحصوا للكورونا ورمني شرحت لهم كل اللي صار يعني رجعت على البيت صرنا نعالجها للبنت من خلال الامور الطبيعية الازهورات والفواكه والعصائر الطبيعية ومن الى اخره هذا الموضوع طبعا صرت بدي دور على حل جزري صرت ابحث بالانترنت عن هذا المرض وعن شو توابع عوائز بتفاجأ انه كل اهل البيت نعدو منهم انا طبعا يعني بنفس الوقت عدينا ونفس العوارد تماما اللي بدي احكي عنا هلأ اللي هي اول شي بتحس بوجع بالحلق هون بعدين بصير ارتفاع درجة حرارة مرحوظة غري لتسعة وثلاثين ونص دائما يعني غالبا بتكون هيك بترافق بسعال جاف ومتكرر كتير بعدين بصير في وجع بالجسم كامل وكافة اعضاء الجسم بتحس ما في ارني بجسمك الا اللي بتوجعك الانهيار بالقوة تماما يعني ما عند عندك قوة انك تعمل شي ارتعاش دائم شبه دائم ما اقول دائم شبه دائم لكن فترة ساعتين ثلاثة بتضلك عم ترتعش من البرد يعني ما يسمى بردية قشعريرة لكن بردية قوية جدا بتجيك في عندك بعدين بليوم الرابع بيظهر ديء التنفس ديء التنفس اخطر شي بها الحالة هي بصير بس بدك اكسوجين بتحس حالك بدك شي تتنفس وبدك تطلع لبرد بس بدك شي تتنفس يعني اوا 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 كتير مزعج كان دائم التنفس هون تعتبر الفترة الحرجة بصراحة اللي بده يتأثر نهائيا بالفيروس او بتكون تغلب عليه بهذه الفترة يعني نحن الحمدلله يعني بجوز يعني حكمة ربانية بجوز حكمة مننا كمان انه قدرنا نتغلب على المرض من خلال تقويت جهاز مناعتنا بفيتامينات سي بفيتامين سي بكل انواع الفواكه غالبا عصائر البرتقال الطبيعية طبعا والفواكه الموز والبرتقال والتفاح ومن الى كل شي بتلاقي فواكه عندك الخضار كتير شغلة ممتازة لازهورات مع العسل طبعا نحن اكتشفنا تأكدنا من انه كونه كورونا من خلال المواقع العالمية للفحص مسلا في موقع سويدي هو اسمه فولك هيلس وميندي هيتن ممكن تفتحه وتلاقي فيه رابط بتفوت عليه بتحط فيه بيسألك اسئلة كتير وبتجاوب انت عليها تجاوب بشفافية تامة انت عم يصير معك بالنتيجة يعطيك شو اللي عندك انت شو فيه معك مرض فنحن اختبرنا حالنا بأكتر من موقع من هذا النوع في مواقع عالمية طبعا في مواقع سويدية كله يعطينا نفس النتائج انه انت معك كورونا لازم تراجع أقرب مركز صحي طبعا أنا أفراد أسرتي كل لون كل واحد يجاوب بحاله تماما طبعا متوفر باللغة العربية متوفر باللغة السويدي متوفر باللغة الإنجليزية بأي لغة بدك طبعا تعاملنا بحكمة عملنا حجر ببيتنا ما تواصلنا مع حدا نهائيا ما سمحنا لأي شخص يجي لعبنا يزورنا حتى اذا كان ضيف طارق ما كنا نرد عليه أبدا 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 ما فتحنا الباب أبدا يعني لفترة 15 يوم تماما حتى نفزة المؤن عنه تماما من البيت وكانوا الولادي طبعا 15 يوم تعافوا وتماثلوا للشفاء 100% بدون أي مشاكل صرنا أنا طول معي طبعا المرض باعتبار أنه أنا يعني عوري 53 سنة ومعي مرض سكري ومدخن أرقيلة طبعا فطول معي لفترة حوالي 35 يوم الفترة الطويلة الفترة الحرجة اللي عشتها هي كانت أسبوع لكن بعدها بلشأت تماثل للشفاء لكن ببطء أكتر شيء رفقني بموضوع الفترة التماثل للشفاء هو الزمير بالصدر على الشهيق والزفير ريلة النهارا عطول فيه زمير بالصدر بس الحمد لله كان يعني متناقص يوما بعد يوم والحمد لله تغلبنا عليه وهلأ نحن يعني أصحاء تماما طبعا أنا بوجه لكم نصيحة تعاملوا مع المرض بحكمة دائما يعني إذا لا سمح الله شخص أصيب بالمرض ما يقس من الحياة نسبة الوفاة بالمرض قليلة جدا وما بتكون إلا عند الناس العديمي جهاز مناعة عندهم يعني ما عندهم مناعة على الإطلاق أنت شوية مناعة بجسمك بتكفيك وهي أنا أكبر مثلا أمامك مرض السكري أكبر معامل سلبي بموضوع المناعة بالجسم وهو أخطر شي بأسرع مرض السكري أنا صار لي مصاب شي ست سنوات سبع سنوات بمرض السكري وعمت علاج منه ورغم هيك الحمد لله قدرت أتغلب على المرض بجلاز مناعتي الضعيف لكن بحكمة يعني كتير قويت 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 بهالأمور الطبيعية وخوافة الحرارة طبعا ما تنقطع كل خمسة ساعات أخد جرعة يعني حابة أو تنتين والحمد لله تماسرنا للشفاء حياتنا طبيعية تماما فأنتوا من خلال هالتجربة هاي المفروض أنه يعني تاخدوا الحكمة بموضوع تأويد جهاز المناعة من هلأ في حال أحد الناس بده ينصاب بالمرض يكون جسمه مستعد تماما للدفاع عن جسم ويكون قوي بيتغلب على المرض بأسرع وقت ممكن يعني أولادي مثلا أنا في عندي شابين يافعين بأربعة أيام كانوا تغلبين على المرض أما أنا خمسة وثلاثين يوم هذا الفرق بيني وبينهم هو جهاز المناعة فبنصح بكل الناس كل الناس كبير وصغير ووسط كل الناس أنه ما تستهين بموضوع تأويد جهاز المناعة وهو من أسهل السهولة أنك تأويد جهاز مناعتك بيتامينات سي موجودة بكل الفواكه الموجودة متوفرة وينما كان والفواكه الخضرة الغامقة كتير ممتازة الخضروات الخضرة الغامقة مثل الفليفلي الخضرة فيها كتير بيتامينات سي وبالنتيجة نتنصح على الجميع وقالله يصرفه عن العباد كلها بهالدنيا وإن شاء الله الله بيخلصنا منه عن قريب شكرا لأصغاءكم بالتوفيق شكرا للمشاهدة